السلام ورحمة الله وبركاته والأخ تسأل أنها كتبع وكتشري بكل بائعات المتجولات أو لعن تشيء سلعة كتبع فيها وطبعاً المنتوجات أو المبيعات التي تتعرض للبيع يعني ليس شيء حاجة لدات جودة عالية كما تقول في السؤال دي لها إنما السلاء تنقسم إلى ثلاث أقسام كين جودة كين الرداء كين المتوسط ولكن هاتسيدة كتبع شيء منتوج اللي ما مزيانش رداء يعني مديرا ولديشي لتنقلوح نعم ولكن فاش كتبع للناس اللي تيبغو شيرو من عندها تيسولوها واش هادي جودة أو لما جودة وهي كتعرف بأن شرتها مشي جودة وكتبع تتبعها على أنها جودة بمعنى شترتها مشي جودة ولكن فاش تبع للناس كتبع ليهم على أنها جودة كاللي تيشري من عندها يرجعن دا تقول له دي هاتسلعها ديرا مديرا ولو دا بس سيدة بغتتوب الله سبحانه وتعالى أش نخصها الدير واش يعني غادي ترجع فلوس واش أش نغذر يقول لي يكفي التوبة يكفي التوبة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكتر من الصدقات وأن تصلح ما بقي من عمرها لأننا قواعد الشرع التي كانت حكم فيها فيما يخص باب المعاملات وخصوصا في التجارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان على الخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما البائع المشتري بججهم على الخيار في عقد المجلس في المجلس العقد أثناء المماكسة وثناء المساومة يعني ما حال قد قد علمت خلي لا خلي علمت خلي لا نزيدك ولا نقص لي كذا إلى خير محدو في مجلس العقد كيت بيعوا وتشاروا هما على الخيار ممكن يمضيوا البيع ممكن السيد يتخلى على الساعة دي ومشي في حالته بلا ما يشري فهذا أثناء المساومة هم بججهم للبائع ولا مشتري على الخيار ممكن يرجع في سلعته بلسبة البائع ممكن لمشتري ما يشري مشي في حالته ما لم يتفرق ولكن لما زل ما تفرقوا لكن لا تفرقوا شراء من عنده تفرقوا شاء الحالته صاف يلزموا البيع لكن عنا مشكل في وفي قضية شريتها سلعى على أنها جودة القتامة جودة وانا عارف بأنها تسيد لبعليا ما بعليا جودة فعلى كل حال أنها تسيد أنها تبلى سبحانه وتعالى ومتعودش والإسلام جاب جوش قواعد مهمة جدا ترغيب وترغيب فأما الترغيب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن التجار يبعتون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق هذا ترغيب بر وصدق ويعني اتقى الله سبحانه وتعالى ترغيب التاني رحم الله سمحان دابع سمحان داشتار سمحان دقتل لكن القاعدة التانية اللي هي الترغيب هو قوله صلى الله عليه وسلم الفجار التجار فجار اليوم القيامة الله سبحانه وتعالى غد يبعت تجار يوم القيامة أنه انفجره وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى المصلة والقنس سيبعوت يشروف المدينة فنادهم النبي صنب أعلى صوته أيها التجار فشرقت إليه الأعنق وشرقت إليه الأعنق وأحدقت به الأبصار واستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعتون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أي تاجر تاجر في أي منتوج من المنتوجة كي يبيع إلا وغدي يبعت الله عز وجل يوم القيامة على نيته فدك التجار لكي يخونوا الأمانات وكي يكتبوا على الحالي في الكذب وديمي الغاموس وكي يبيعوا حاجة ديشي بالمزيانة وتي يديروا التطفيل في الكيل والميزان وتي يغشوا وتي يبيعوا العيوب هذه يبعتهم الله عز وجل الفجر والعياد بالله إلا مش يكون له إلا دوك الناس اللي فيهم تقوى فيهم بر فيهم سرق إلا من يتقى إلا ليتقى الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه كي يرقب الله عز وجل في المعاملة وبر وبر بمعنى بر في يمينه حتى إلا اقتدلها لأنه يحلف تيحلف على المقول تيحلف على دكشي اللي كين وصدق صدقة في قوله وصدقة في ديالي مع أن كطرة الحالي في المعشرى ما ينجز لذلك أنها تسيد أنها تب الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة وتكتر من صدقة لأن في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل تجارة بكترة صدقة لما يعتري تجارتهم من الخلال والله